اعزائي طلب الطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادات العلم. النهاردة نتكن مع بعض درس التالت في الوحدة الاولى. يلا بينا نبدأ مع بعض خواص المجموعة السبع ايه في الجدول الدوري الحديث. مجموعة الهالوجينات. زي ما احنا شايفين قدامنا مجموعة الهالوجينات السبع ايه? فاكرين ما كانها فين في الجدول الدوري? تمام? زي ما انتا شايف هتلاقيها اقصى يمين الجدول. في اي الفئات تقع? ممتاز تقع في الفئة بي. اول حاجة احنا متعودين لما نيجي ندرس خواص عناصر دايما بنبتدي بالخواص الفيزيائية. وهنبتدي مع بعض بالخواص الفيزيائية للهالوجينات. اول حاجة اه محتاجين نعرفها ان الهالوجينات بتتدرق خواصها ما بين غازية وسائلة وسالفا. هنلاقي عندي الفلور والكلور في الحالة الغازية. دايما بنلاقيهم كده في الحالة الغازية. طيب. البروم بنلاقيه في الحالة السائلة. طابول يود بنلاقيه في الحالة السالفا. وطالما قلنا السبعة ايه? يبقى اكيد افتقرتم معي التوزيه الالكتروني بتاعهم. معناه ان مستوى الطاقة الاخير بيحتوي على سبع الكترونات. وبالتالي هما في الزات ولا لا في الزات? بالتأكيد لا في الزات. وطالما قلنا لا في الزات يبقى اكيد الرديقة التوصيل للحرارة والكهربائي. معلومة سريعة كده هل تعلم ان الكلور بيدخل في تركيب مادة مزيل الحب اللي هو انتو كلكوا عارفينها وتستخدموها الكورريكتور. بيدخل في تركيب الكورريكتور وهو عبارة عن سائل بيكون سريع التطاير ولما نيجي نستخدمه بيجف بسرعة وبيترك مادة بيدة. فده بيدخل فيه الكلور اللي هو من ضمن عناصر المجموعة السبع ايه. بكده نكون خلصنا الخواص الفيزيائية للمجموعة الهالوجينات المجموعة السبعية. هنبدأ مع بعض في الخواص الكيميائي. تتوقع معي لما نقول الخواص الكيميائي. اول حاجة هيجي في ذهنك تقولي انا هبتكر الخواص الكيميائي عمتا بالنسبة لاي لا في لذن. تتوقع انه هيعمل ايه? ايوة? هتقولي اكيد يا ناس ان هو هيميل الى يعني اكتساب الكترون بروبو لمستوى الطاقة اه الخارجي علشان يوصل لحالة الاستقرار. تمام? ايه كمان تقدر تستنتجه? تمام? هنقول ان الايون بتاعه زي ما احنا وضحنا خلال الحلقات السابقة ان الايون بيكون ايون سالب. نقطة مهمة من ضمن خواص الكيميائيه لهالوجينات انها تتواجد بصورة سنائية الزرة. يعني ايه صورة سنائية الزرة? يعني لما نيجي ندور على الفلور هنيجي نلاقيه عبارة عن يعني عبارة عن زرتين بينهم رابطة. بمعنى ايه? اني انا لما هلاقيها دايما هلاقيها في الصورة الجزيئية. ليه? لانها عناصر ناشطة جدا. تمام? غير اي عنصطية مسلا لما جي تكلمنا عن استوديوم في الحلقات السابقة فدايما نقول ان ايه? ليسيوم. ما فيش مشكلة الا اي. لكن دايما لما هلاقي الكلور او الفلور او اليود او او البروم دايما هلاقيه في صورة جزيئية. نقطة كمان من ضمن الخواص الكيميائيين عناصر ناشطة كيميائيا عشان كده هي لا توجد في الطبيعة صورة عناصر مفردة لكن دايما نلاقيها في صورة مركبات كيميائية. باستثناء عنصر اسيتاتي الذي يحضر صناعيا. ده انا لما نيجي نحضره نحضره صناعيا. ممكن يكون عندها تساؤل ليه? قلنا على المجموعة ستبع ايه? انها عناصر هالوجينات. لان ببساطة انها بنسميها مكونات الاملاح. بمعنى ان هو ده عنصر لا فلزي زي ما اتفقنا. فاي عنصر لا فلزي يتحد مع فلزي بيكون ملحه. طيب انا مشتاجة افتكر معاكم انواع المركبات الكيميائية بصفة عاملة. علشان هنحتاج ده مع بعض. ببساطة خالص دايما لما تيجي تبص لمركب كيميائي تقدر تعرفه بسهولة جدا. هل هو ملح ولا اكسيد ولا هيدروكسايد ولا ازاي? دايما كل مركب ليه علم يعني كده او ليه علامة بتميزه. بمعنى اني لما اجي الاقي مجموعة ال او اتش. بمعنى الاقي ان ايه او اتش. المركب ده بالنسبالي? تمام? بالنسبالي القعدة او قلوي او هيدروكسايد. منتاز. طيب لما لاقي اتش سي ال. اتش تلما لقيتها في الكورنر البوزيتف موجودة كده. تمام? مرتبطة مع اي حاجة تاني. بيش مشكلة. يبقى ده اسمه حمض. في ايونات الهايدروجين. تمام? يبقى حمض. يبقى كده عرفنا ما بين القلوي والحمض. طب ايه كمان باقي عندي? لما اقول لك اوكسايد تقولي دي سهلا. لما لاقي مثلا ام جي او. فالاو واخدى اللي هو النيجاتيب. ماشي? خلاص. فاحنا دلوقتي بنقول اوكسيد ماغنسي. ممتاز جدا. طب لما اقول لك اوكسيد سوديوم وهكذا. يبقى انا كده عندي الاكسيد انا بلاقي في اه ذرة الاكسوجين واضحة جدا. طب الملح مفوش اي حاجة من التلاتة. بلاقي عنصر فلزي مع لا فلزي بيكونوا ملح. زي ام جي سي ال تو. زي ان اي سي ال. بالتالي لما اجي اتكلم النهاردة عن مكونات الاملاح. لما اجي اقول للمجموعة سبعة اي مكونات املاح انت فهمت طبعا. تقولي لان هو يمس ببساطة جدا. عنصر لا فلزي. فلما يجي يتفاعل مع عنصر فلزي. ممكن هيكوني ملح. ما فيهاش اي مشكلة. وبوضوح. زي ما انتو شايفين قدامكو خلال المعادلة اللي قدامنا عبارة عن ايه? بي ار تو بتديني ايه? زي ما انتو عارفيني. و بي ار تو اللي هو الهالوجين بتاعنا. خلاص? اه ايه اللي حصل ان الكي? اتحدت مع البي ار قدتني التو كي بي ار. تمام? بروميد البوتاسيوم. فيش اي مشكلة. طيب ايه كمان? اني ايه? مع السي ال. خدتوا بالكم اني مش بقدر اكتب البي ار غير بي ار تو. ودايما بكتب السي ال بكتبها السي ال تو. لازم اكتبها في صورة جزيئية. تمام? لما تفعل السوديوم مع الكلور اداني كولوريت سوديوم. نقطة مهمة كمان. بيحل كل عنصر في المجموعة محل العناصر التي تليه في المجموعة في محالي الاملح. عشان نفهم الجزئية دي ناخد مثال على طول. مثلا يحل الكلور محل البروم في محلول بروميد البوتاسيوم. زي ما احنا شايفين في المعادلة. عندي كلور فعلته مع بروميد البوتاسيوم. طالما الكلور يسبق البروم ماشي في ترتيبه في المجموعة السبعة ايه? هينفع يحل محله. يعني هينفع وكأنه بيقول للبوتاسيوم ايه? انا يروح نطلع البي ار كده بره. ماشي. فاطلع بي ار تو. وارتبط معاه فاداني كولوريد البوتاسيوم. فكانت النتيجة تو كي سي ال بلاس بي ار تو. ناخد مثال كمان. نقدر نقول برضو بما ان البروم يسبق اليود في ترتيبه في المجموعة السبعة ايه? هنلاقي ان برضو لما نيجي نفعل البروم بي ار تو مع يوديد البوتاسيوم كي ايه هينتج عندي ايه? هينتج عندي تو كي بي ار بلاس اي تو. بروميد البوتاسيوم وعنصر اليود تلاحر لوحدة. في الصورة الجزائية بتاعته زي ما احنا عارفين. لما بندرس مع بعض العناصر وبنعرف خصائصها بيبقى لينا هدف كمان اكبر هو ان احنا عايزين نستفيد بيها في المجالات المختلفة حوالينا. تعالوا نتعرف على اهم استخدامات العناصر الكيميائي. هنبتدي مع بعض بالستوديوم. طبعا كلكم عارفين استوديوم موجود في ايه? هو عبارة عن فلزة اصل. نقدر نستخدمه في الحالة السائلة بتاعته. ماشي? واحنا عارفين عنه ان هو فلزة قوي. عشان كده بنقدر نستخدمه في نقل الحرارة من قلب المفاعلة النوية الى خارجه. عشان نستخدمه في الحصول على طاقة بخارية اللازمة لتوليد الكهرباء. طب ليه انا عارفت استخدمه الاستخدام ده? لانه مواصل جيد للحرارة. ايه كمان? شرائح السيليكون. شرائح السيليكون يعني التركيبها او او يعني نوعها هي عبارة عن شبه فلز. عشان كده احنا بنستخدم شرائح السيليكون في صناعة اجهزة الكمبيوتر. طبش معنى شرائح السيليكون بالذات انا استخدمتها في صناعة اجهزة الكمبيوتر. ليه? لانها يعني عبارة عن اه اشباه مواصلات بيتوقف توصلها للكهرباء على درجة الحرارة. الخاصية دي بنبقى محتاجينها في اجهزة الكمبيوتر كويس اوي. كوبالت ستين المشاعر. طبيعته ان هو عبارة عن فلز انتقالي. بنستخدمه في حفظ الاطعمة. طب ازاي? هو بيشاع اشعة اسمها اشعة جامة. اشعة جامة دي ليها خاصية كويسة جدا وهي قتل الجراسيم. قتل الجراسيم بدون ان تؤثر على صحة الانسان. فدي كانت ميزة ممتازة جدا بتساعدنا باستخدامه في ان احنا نقدر نستخدمه فيه تعقيم وحفظ الاخذين من غير اي مشاكل تضر صحة الانسان. النايتروجين المثال يعني ايه المثال يعني في الحالة السائلة. هو اصلا عنصر لافليزي زي ما احنا عارفين. بنستخدمه في حفظ قرانية العين. طيب ايه الخاصية اللي فيه بتخلينا نعرف نستخدمه في حفظ قرانية العين? هو انخفاض درجة غليانه الى سالب مية ستة وتسعين درجة مئة وي. ودلوقتي مع فقرة اكد فهمك. اكمل المعادلات الاتين. تو كي بلاس بي ار تو. تمام? هتبقى تو كي بي ار. نقط بلاس تو كي اي تديني تو كي بي ار بلاس اي تو. اكيد كده اللي ناقص عندي ايه? ممتاز. البروم بي ار تو. تو ان اي بلاس سي ال تو. صوديا مع كلور بيديني. تمام? كولوريد صوديا. تو ان اي سي ال. علل يستخدم عنصر السيليكون في صناعة اجهزة الكمبيوتر. تمام? لانه من اشباه الموصلات بتوقف توصلها للقهرباء على درجة الحرارة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. اتمنى تكونوا استفدتم. شكرا جدا لحسن متابعتكم. كان معكم نيرمين نادي استشاري تنمية مهنية مستمرة بالوزارة. شكرا لكم.